عقد وزير البترول كريم بدوي جلسة مباحثات مشتركة بمدينة العالمين الجديدة مع رئيس منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إينا الإيطالية مارتينا أوبيتسي وشهد اللقاء التوصل إلى اتفاق يغطي العديد من الموضوعات بما في ذلك تكثيف الشركة لعمل البحث والاستكشاف وتنمية حقولها في ملاطق امتيازها في مصر بضلا عن زيادة عدد الحفارات العاملة كما تم الاتفاق على استغلال مكانة مصر كمركز إقليمي لتدول الطاقة لاستقبل الغاز المنتج من حقول شركة إينا بشرق المتوسط وتصديره من خلال تسهيلاتها القائمات في مصر